فإذا شخصية يحنى بين المحبة والعاطفة بين انزال النار لكن عندما امتلأ من الروح القدس أصبح رسول الله المحبة مثلا نفس الصيغة أخوه يعقوب يعني أمه أو أمهم طلبت أنه واحد يجلس عن اليمين واحد عن اليسار في ملكوت فقالهم يسوع مستعدين تستبغوا يعني تعتمدوا يعني بيتكلم عن الألام اللي مر فيها مستعدين قالوا مستعدين بس طبعا الجلوس عن اليمين واليسار حول أنظارهم مش للأنانية التركيز على الذات لكن على الآخرين شخصية ثالثة مثلا من تلميذ المسيح تومة نحن دائما نسمع التعبير تومة الشكاك هو تومة المتسائل العقلاني اللي عاوز يعني براهين اللي تسند وفعلا تؤكد صحة هذا الشيء طبعا الإيمان المسيحي ليس إيمان أعمى لكن إيمان في اليقين إيمان في النور فهذا النور أو هذا المنطق أو هذا الإيمان يقدم على طبق من المنطق فإذن يعني برضو محتاجين تومة مش متسرع يعني هزة بحاول يحلل الأمور لكن لما بيكتشفها بتلاقي أعظم الإعلانات ممكن يطلقها ربي وإلهي اللي صدر من كلام تومة من ناحية تانية احنا قلنا يعني خليط عجيب مثلا خلينا أعطيكم متى متى العشار من كفر نحوم متى هو جابي ضرائب بيجمع الضرائب فطبعا الجابي الضرائب هو بيجمع لصالح الرومان شغل يعني بيزنس الرومان بياخدوا برسنتج نسبي معينة وبعدين أنت وشطارتك فطبعا لأنه بيجمع الضرائب في عملية نصب عملية ربح عملية طمع وبما أنه بيعمل لصالح الرومان فيعتبر عميل ويعتبر خائن مع أنه يهودي لكن المسيح دعاه وهو كاتب بشارة متى التي تعتبر واحدة من البشائر الرائعة جدا يكفي أن نقول عزة المسيح على الجبل في بشارة متى بالمقابل المسيح اختار سمعان القانوني سمعان القانوني بحسب لوقة هو سمعان الغيور الغيور هم جماعة زي فئة من فئات اليهود زي ما فيه الفرسيين والصدقيين والإسسينيين اللي كانوا عايشين عند بحر الميت والهرسيين فيه جماعة اسهم الغيورين شو هي جماعة الغيورين؟ بس عن طريق الإطاحة إطاحة الرمان مستعدين للموت هاي الجماعة اللي بتقول بالروح بالدم نفديك يعني بيتكلموا عن الوطن تبعهم كانوا بيرفضوا لقب ملك لأنه لا يوجد ملك إلا الله الله هو الملك الذي يملك عليهم هذه الجماعة جماعة ثورجية يقومون بالاغتيالات والأعمال التخربية فطبعا يعني شوف المزيج والخليط من هذه الجماعة متى يعتبر عميل سمعان الغيور يعتبر الثورة يعني هو الشخص اللي ممكن يحط سكينة في قلب متى لكن المسيح دعاهم المسيح وحدهم والمسيح أيضا شكلهم موسيقى موسيقى موسيقى